لكن اللي حاصل النهاردة انه بنلعب بشكل واحد واحنا كسبانين اتنين صف واحنا متعدلين واحنا لما جي فينا الجون يعني انت كسبان بدري في الديها 17 بعدين الديها 26 اتنين صف ماشي الجون اللي حصل فيك الغلطة اللي حصلت وجيه في الشوت الاولاني جون الشوت التاني في استعجال اول هو انت اسدك الارتم الاداء اه اه رتم في استعجالة وانت كسبان يعني انا ممكن ابقى مستعجل لو انا مثلا متعادل 00 اي او انا اصد اي تعادل يعني انت متعادل لسه اذا كاس وانت عايز لازم تكسب مش دور عام لكن الشوت التاني ما كانش فيه مبارل الاستعجال يعني على اقل انه انه احنا زيادة واحد احنا بنشيد بأداء الناد الاله في المباراة اللي فاتت ان كلها اللعبة فيه تحركات كتير واللعب من لمسة ولمسة ولعبة وعالأرض انت النهاردة زيادة واحد وكسبان اثنين واحد والمنافس بعيد عنك في المستوى فيه النهاردة كم تمريرات كتيرة خاطئ واستعجال يعني بدون داعي فيه من الناس اللي وراء سواء من محمود أحيانا سواء من السردباكين نلعب كور طويلة الباجي ورغم انهم عاملين تكتل على الثمنتاشر دي ما كانش بتحصل في المطشط اللي فات ففيه استعجال الاستعجال ده نزل مجدي أفشا من الأسباب انه نزل انه بيعرف في استحواء بيعمل من الناس اللي بتاعمل استحواء سواء سعكورة وفعلا هو لما أفشا نزل وديانج يمكن مروان طبعا لعيب خمس ست سبعة دائم هلحقش الشحات برضو ما عيبش زمن طويل قوي لكن الى حد ما تحس بقى تكورة يعني في الرجل شوية بالذات اخر خمس دقايق الفرقة ابو اير طبعا كترخيرهم انه رغم ان هدفين فيهم بدري انه يجيبوا جون ويلعبوا عشرة ويحفظوا على هذا المستوى لنهاية الشوط يعني ده كترخيرهم ويعني الكاس يعتبر قد مباراة جيدة لكن النادي الاهلي انا قلت لك العاملين اللي فرقوا كتير قوي الاستعجال والاحساس بالنتيجة ممكن جدا الاحساس ان انك التكسبان والفرقة التانية واحد مطلوب منها وكان فيه سربعة شوية ثانيا النهاردة شوية العربي بدر ومحمود وحيد ما ساعدوش كويس في النواحي الهومية هنتكلم عليها دي في النحو الفنية لما نيجي نتكلم فيها ماشي لكن يعني ما كانش فيه شغل كويس في الاطراف بشكل كبير معظم اللعبة كان في العمق وكرات كتير مقطوعة بدون داعي فمبروك للنادي الاهلي والمهم ان احنا خدنا المكسب النهاردة بأي صورة المهم ان احنا عدنا وان شاء الله بقى الاستعداد يبقى افضل للمباراة القادمة